بضعة مئة من المتظاهرين الأمريكيين في مدن مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة نظمت مظاهرات تأييد تعبيرا عن تقديرها لترامب ترافقت مع احتجاجات المعارضين التي لم تمر بسلام في بعض المناطق حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم وهناك أخبار عن اعتقال البعض فيما جرت اشتباكات وعراق بين المتظاهرين من الطرفين تأييد ترامب كان ضعفا نتيجة معوقات تمثلت في البرد إذ انخفضت درجة حرارة الجو إلى نحو ناقص ثلاثة والسبب الثاني المظاهرات المعارضة مسيرات تأييد ترامب جرت في ستين مدينة في عطلة نهاية الأسبوع أمام برج ترامب تجمع نحو مئة مؤيد وعلى الجانب الآخر المعارضون المظاهرات نظمتها مجموعة وطني الشارع الرئيسيين التي تنتمي إلى حركة حزب الشاي والمثليين من أجل ترامب ترجمة نانسي قنقر